بسم الله وصلاة والسلام وعلى عشق خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم استكمالا لشابتر 6 سيرمال بروبيرتز أوف مطر خصائص أو سمات الحرارية للمادة نهدا هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها الاسبيسيفيك هيت كباستي أو بسموها الاسبيسيفيك هيت اللي هي الحرارة النوعية الحرارة النوعية هي بالعربي كده كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من المادة بمقدار درجة واحدة زي ما مكتوبين نعلم ذلك نعلم ذلك درجة الحرارة نعلم ذلك مقياس متوسط الطاقة الحرارية لكل جزء في المادة ولكن لا يمكن أن تحقق كل المواد ستحقق في الانتصال وفي الرغم من ذلك لا يمكن أن تحقق كل المواد تسلق نفس السلوك عندما تحقق حرارة الحرارة النوعية أو الحرارة أو الحرارة هي مقدار الطاقة مقدار الطاقة بالجول المطلوبة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من الكتلة من كتلة المادة باوي وين كيلوين كمية الحرارة لرفع حرارة 1 كيلو جرام من المادة درجة واحدة الهيت كباسة دلتا كيو تتناسب مع كتلة كتلة الجسم دلتا ت تشينج وثابة التناسب وهو سي وهو عبارة عن الهيت دلتا كيو دلتا ت تشينج انت تقلز بالكلفن الهيت كباسة الهيت كباسة جول كيلو جرام كيلو جرام كيلو جرام كيلو جرام كيلو جرام ثرم البحث تمدد الحرارة أكثر حرارة ومعارة في هذه الحالة الآن لدي هذه المعادلة الثرمال اكسبنشن الثرمال اكسبنشن هو معامل مقدار التغير في الطول أنا لدي مادة التي كانت طولها الأصلي L L نوت سخنتها ارتفعت بهذا القدر حصل تمدد يبدأ دلت L الدلت L تتناسب مع L نوت مع الطول الأصلي تتناسب مع الفرق في درجات الحرارة دلت T وثابت التناسب يساوي L نوت دلت T يبدأ دلت L على L نوت يساوي ألفا دلت T لأن هذا عبارة عن rate of change in lens الألفا عبارة عن coefficient of linear expansion property of material عبارة عن معامل التمدد الخطي صفة للمادة وهذه صفة للمادة الثرمال التمدد الطولي When objects are heated up لما الأجسام تسخن they typically expand بصورة مثالية تتمدد شيء طبيعي This is due to the increased motion of molecules at Elephant Temperature هذا نتيجة نتيجة زيادة الحركة للجزئات بفعل زيادة في درجة حرارة عالية change in lens التغير في الطول دلتا L تساوي ألفا L نوت أو Li والالفا هي عبارة عن coefficient of linear expansion معامل التمدد الطولي معامل التمدد من الخطي الخطي أو الطولي Li أو L Not initial lens الطول الأصلي Delta L change in lens دلتا L change in lens دلتا L change in temperature in disintegrated or Kelvin بالدرجة الحرارة المقوية أو بالدرجة الحرارة الكيلفن طبعا في النظام العالمي تحرارة الكيلفن thermal expansion area and volume expansion التمدد الحراري الحجمي والمساحي H dimension سواء Lens أو Width أو High طول أو عرض أو ارتفاع stretch تحصل على تمدد هذه المعادات هذه المعادة تمدد طولي دلتا L سواء Alpha delta T بالنسبة للمساحة دلتا A على A نط سواء جامعة في دلتا T والجامعة سواء 2 ألفا ضعف الألفا بالنسبة للحجم سواء نسمى Exhibition of Volume delta V على V نط سواء بيتا دلتا T بيتا دلتا T والبيتا سواء شكرا لكم موسيقى